السلام عليكم ورحمة الله على السريع يا اخوان هذا مقطع مختصر للسيانة الكية طبعا الشباب اللي تحتاجونه فقط هو بخاخين هو البخاخ اللي في اليمين اللي غطاء بيض والبخاخ اللي غطاء أسود لتنظيف الثروتل وفي نفس الوقت لتنظيف ثلاجة المكينة طبعا اول شي بتفك الغطاء بتلاقي ثلاث بواجي الامامية وهذه الثلاجة وتحتها البواجي الخلفية اوكي طبعا ينفخها بهوى عشان لو فيه غبارة او شي ما يدخل جوه البواجي وبعدين يبدأ يفك البراغ ازا ما قلنا بمفك مقاس عشرة بعدين يشيل الكويلات وبعدين يطلع البواجي القديمة بعدين نستبدلها بالبواجي الجديدة اللي رح تشوفوها الآن بعد شوية هذه ماك البواجي القديمة طبعا لسه يفكها الآن بمفك رقم 16 هذا بوجه الأول هيفكه الآن ونفس الكلام الباقي البواجي هذا البوجه طبعا زي ما شايف كيف محروق اسود شايفينه هذا انا ما شعي تقريبا من خمسة واربعين الى خمسين الف هذا بالنسبة لي انا يا شباب والواحد لا يغيرها الا من يتأكد انها معدومة انا قدامكم الدليل معدومة البواجي طبعا وانا احب اغيرها كل خمسين الف يا شباب ولا انتظر انها تفتف او زي كده طبعا هذا البوجه اللي صار الجديد زي ما انتم شايفين وقارنه مع المعدوم اللي جنبه لو لاقصتهم في الراس مرة معدوم واسود يا شباب شايفين وزي ما قلنا لاحد يغيرها الا من يتأكد انها معدومة اوكي الان طبعا روح نشد البواجي مرة ثانية الامامية بنفس مفاكس التعش هذي الكويلات طبعا الكويلات قبل ما يركب ننظفها كده بقماش نظيف زي ما انتم شايفين وبعدين يرجع الكويلات زي ما كانت يرجع البراغي اللي هي مقاس عشرة وشدة بنفس المفاك اوكي طبعا الان روح نفك الثروتل وبعدين يفك الثلاجة زي ما انتم شايفين هذي فيها غبار معدومة الثلاجة طبعا تتنظف كل خمسين الف يا شباب او كل ستين الف مع البواجي عشان تضرب عصفرين بحجر واحد اوكي طبعا هذي الثلاجة طبعا جاسي يفك فيها طبعا زي ما قلنا هي مسامير كثيرة وغلبها طبعا بمفك عشرة زي ما قلنا وفي مصمارين ورا يفك بمقاس بمقاس 14 طبعا هذا بعد ما فكنا الثلاجة عشان نوصل للبواجي الخلفية زي ما انتم شايفين هذي هي البواجي الخلفية تمام هذي البواجي الامامية بعد ما ركبها تمام اوكي طبعا هذي الثلاجة هتشوفها لان بعد شوية هذي الثلاجة بعد ما فكناها وهذي بوابة الدعسة يا شباب قبل ما تتنظف اوكي مرة معدومة شوف من الجهتين لازم تتنظف يا شباب تمام الحين طبعا راح نشرك على البواجي الخلفية نفس الطريقة نفكها بنفك ستعاش بعد ما نفك الثلاجة وبوابة الدعسة نفك البواجي الخلفية نفس الطريقة البواجي الامامية يفكها وبعدين يرجع ركبها مرة ثانية طبعا بعد ما فكها طبعا زي بنتم شايفين كيف وبعدين يرجع ركبها مرة ثانية البواج الجديدة وبعدين يرجع الكويلات في مكانها ورجع البراغي اللي هي مقاس عشرة يا شباب طبعا هذا مقطع مختصر يا شباب قس قس منه شوية على اساس نختصر عليكم الوقت يا شباب عشان كل يستفيد عشان توصل الفكرة في الاول وفي الاخير يشد بنفس الطريق طبعا هذا يا شباب الثلاجة لازم تفكها عشان تغير بلف البي في سي طبعا هذا هو بلف البي في سي يا شباب يتغير كل ثمانين الى مية الف او كل ستين الف اذا حبيت تغيرها مع البواجي شاهفين فيها صوت صرصرة هذا معناته ان البلف البي في سي تمام شاهفين يطلع فيها صوت صرصرة هذا هو يا شباب ورقمها زي ما شفت يا شباب في اول مقطع رقم بلف البي في سي طبعا ارخيز زي الدماء وغالي حدود من 30 الى 50 ريال تقريبا اوكي وهذا مكان يا شباب فين شايفينه ورا البواجي الخلفية شايفين بعد ما شفت البواجي موازل البواجي الخلفية هذا هو مكان البي في سي يا اخوان يتركب بعد ما تفك الثلاجة وتركب البواجي بنفس الوقت تغير بل في البي في سي خلاص هذا هو مكان يا شباب اوكي هذا هو مكان بالضبط في المكينج خلاص عرفتم الان ما شاء الله تبارك الله الآن يا اخوان رح نرجع لبوابة الدعسة هذا هو هذا هو البخخة الاسود يا شباب البخخة الاسود هذا هذا اللي في الصورة اللي في اليسار هذا يستخدم لتنظيف الثروتل وفي نفس الوقت تنظر فيه الثلاجة يا شباب المعذرة انا استخدمت البخخ حق المكيف انا معلش سهم مني والله يا جماعة لكن ما يضر انا جربت الان وشغلت المكيف ودفع السيارة عندي زيل فل العزم ودفع المكيف ممتاز وما فيها تفتفة ولا فيها رجة ما شاء الله تبارك الله فعشان كده قلت انبئكم يا شباب قلت انبئكم يا شباب من الحين البخخة الاسود هو نفسه يستخدم لتنظيف الثروتل ويستخدم لتنظيف الثلاجة يا شباب هذا هو البخخة المطلوب صورته في اليسار يا شباب هذا هو المنتج اوكي يا شباب خلاس الآن هادي زمتم شايفين طريقة تنظيفة طبعا تأخذ فرشة اسنان نظيفة او فرشة نظيفة المين تأخذ اي فرشة وتنظفها ترش مرة مقدام ومرة من الخلف وتكرر العملية تقريبا من ثلاث الى ست مرات لما تنظف عندك البوابة خلاس وانتبه طبعا الفيشة يا شباب اللي فوق لا يجي فيها اي محلول من البخخ عشان لا تتعطل عندك بوابة الدعسة خلاس زي ما انتم شايفين وبعدين يبدأ ينفخها بالهوى من الجهتين طبعا ثناء النفخ طبعا بيبدأ يتأكد من الجهتين هل فيها وصخ هل فيها شي يعيدك كرة مرة ثانية مو مشكلة اوكي يا شباب ينفخ مرة ومرتين لما يتأكدوا ان ما فيها اي شي طبعا هو محلول امن بخخ امن ولا فيه اي ضرر على البوابة ان شاء الله باذن الله هذه المرة الثانية برخة بعد ما نظف اعطاها جوزة اضافة كده على السليم حسنا الله تبارك الله يسرع لانتنظف البوابة كل ستين ألف مع البوابة تنظيف الثلاج وتغيير بل ستين يعني بالنسبة لي شباب كل خمسين ألف أصيح حركة هذه عشان اضمن المكينة عندي بشكل سليم وهذه هي البوابة بعد تنظيفها بالكامل يا أخوان بحكم ان انا ادزع الموتر وراعي خطوطه وصفريات وممشي عالي على السيارة خلاص هذه الآن الثلاجة طبعا معينة قبل تنظيفها وطبعا زي ما اقول لي تتنظف بنفس البخاخ حق الثروت البخاخ الأسود يا أخوان هذه معينة قبل ما ينظفها أوكي يا شباب طبعا هذا البخاخ اللي استخدم البخاخ حق الثلاجة يا شباب المعذرة هو فرض البخاخ اللي تستخدم البخاخ الليكومولي الأسود اللي نفسي يستخدم لتنظيف الثروتل هذا هو يا شباب صورته طبعا خليت عشان هذا هو البخاخ المطلوب هذه بس الشي اللي أنا نسيته لكن يا أخوان الأمانة ما يضر حتى لو نظفتوا مرة بحق المكيف مرة واحدة ما يضر إن شاء الله بحكم أن أنا مركب السيارة وما صار فيها أي شيء الحمد لله أوكي يا شباب هذه بسم علومة حبيتها نبي عليه يا شباب أوكي ينظف محل الفتحات هذه ونظف محل مدخل الثروتل بنفس البخاخ الأسود طبعا خليتكم مكتع شوية يا شباب عشان تستفيدون برضو أوكي يا شباب من نفس المكان من هنا برضو زي ما انتم شايفين يرش كويس بعدين يرجها كويس عشان يطلع لو سأخلي فيها لأن يرجها كويس زي ما قلت لكم وطبعا يكرر العملي زي ما قلون يا أخوان مرتين على الأقل عشان يضمن تنظيف الثلاجة بالطريقة هذه يا شباب يرجى يرجى وبعدين يطلعها من الفتحات هذه نفس يا شباب اللي انتم شايفينها الآن هذه يرجى 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 يمكن لمدة دقيقتين يرجى زي كذا وفي ناس يقول لك ترشها وتخليها لمدة خمس دقائق بعدين تكبها مع رجة خفيفة في كده طريقة للتنظيف يا أخوان وهذه شباب بعد تركيبها طبعا وهذا هو مدخل البوابة محل ما تركب بوابة الدعسة هذه هي شباب الآن رح ركبها الآن الآن يشد البراغي حقت بوابة الدعسة ما شاء الله تبارك الله وهذا بعد تركيبها وهذه بعد تركيب الثلاجة والبواجي الأمامية والبواجي الخلفية وتغيير بها في البي في سي نغير الفلتر جديد وصابق ونذكرت رقمه في المقطع السابق يا أخوان وطبعا ننظف الوصلة اللي بين ننظف القربة نفسها من أي غبارة أو أتربة عشان لا تمر مرة ثانية تدخل جوة البوابة ما كانك سويت شيء هذه هي الوصلة يا شباب شايفينها اللي تربط بين الفلتر وبين بوابة الدعسة الوصلة حق للقربة بعدين ننظفها بشكل عام بعد ما نركب كل شيء بعدين نستخدم له بخخ اللي كومولي زي ما قلت لكم وتخلوه تقريبا من دقيقتين إلى ثلاث دقائق على السيارة وبعدين ننظفها بهوا كذا على السريع طبعا هو يرش انتبهه لأصبع البطارية وانتبهه لألفيوزات يا أخوان لا تقربوه نهاية بالبخخ زي ما تم شايفين محل ما يرش كذا على السريع هذا هو البخخ اللي كومولي الأبيض عشان يحافظ على الأسلاك ويحافظ عليها من الصدى ومن التآكل مع مرور الوقت يا شباب تظل المكينة كأنها نظيف عقل الحسن من البخخ اللي ستدركوا ما أنصح باستخدام لأن ينشف جلب السيارة ويعدم لك السيارة يا شباب ولا تستخدم البنزين نهائيا لأن تنشف الجلب وتعدم لك أفياش السيارة هذا هو البخخ يا شباب حق لكم هو يقون سعره بثلاثين ريال يا شباب بعدين بعد مرور دقيقتين يبدأ نفخه بالهواء على السريع يا شباب وبعدين في الخير كده بقطعة قماش كده على خفيف ويبدأ ينشف الأجزاء الآن رح تشوفهم الآن في المكتع الجاي طبعا ينتأكد بالهواء زي بتولي فيه شايفين ما شاء الله تبارك الله وبعدين بقطعة قماش كده نظيفة ويمسح الأشياء لو ضح حطهم البطارية ولا هناك ما قريبها بعدين الغطاء ينظفوا وبعدين ترجع تركب السيارة زي ما كانت يا أخوان ترجمة نانسي قنقر